السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم يا حبيبي عاملين يا ربي دايما تكونوا بخير. هبدأ اقول بسم الله والسلام على رسول الله. النهاردة ان شاء الله بزن الله هعلمكم طريقة النهاردة هنعمل مع بعض اه هنسلو الكرومب اه اه او الملفوف اه بطريقة ان شاء الله طريقة هتعجبكم ان شاء الله يعني الطريقة التقليدية اللي احنا ايه بنستعملها اه فيه الطرح الحديثة ازاي انتي بتغطعيه وتسلويه وازاي بتخزينيه في الفريزر بس انا ايه هعملو الطريقة التقليدية بتاعتي وبطريقة سهلة وان شاء الله تعجبكم. اه وكمان اه تعالوا قبل ما نشتري قبل ما نسله ونطع ونخزن. اه لازم انتي تاخد يبالك من وصفات الكرومبا لما تيجي تشتريها لازم تكون مسطحة ولما تخبطي عليها زي ما انتي كده شايفها بترن معاكي بيبقى فيها ورق كتير عكس الملفوفة لما عكس يعني لما تكون مدورة اه بتبقى المدورة اه ما بقاش فيها ورق كتير بيبقى ملفوفة على بعضه وما بتعرفيش تاخد منها ورق اه وكمان يعني اه القلب بتاعها بيبقى اكتر من الورق بتاعها زي ما انتو كده شايفين انا شايلة الراس بتاعتها ومجاوفاها قبل مسلوقها هروحي اشطفها تحت المية شطفها واحدة كده وقت وبعد كده بروحي سلاها كده زي ما انتو كده شايفين انا مش هقطعها ولا حاجة لان الكرومبا بتاعت صغيرة فمش هتاخد وقت لكن انت لو الكرومبا بتاعتك كبيرة اه طبعا هتحتاج حلة كبيرة حلة اكبر من الكرومبا بتاعتك اه ولو كبيرة كمان يعني ممكن تقطعيها اربعة ارباع وتحطي ربع ربع وتسلوقيه يعني فالطريقة اللي بتاعتي ديات اللي هي ان انا حط اسل الكرومبا كلها على بعضها بصراحة طريقة عملية جدا وبتنجز معي في الوقت وسريعة تعالوا بقى نشوف طريقة السل اه بتاعت الكروم اول حاجة انا عندي حل على النار بحطي فيها مية وخليها وخليها تغلي تمام بحط عليهم معلقة صغيرة من الكمون الناعم انتم عارفين طبعا الكمون بيطرد الغازات وعشان القولون والانتفاخات يعني وكده بعدك انا بروح حطا ضيف عليهم معلقة الملح برضو معلقة صغيرة بحطها في المية بتاعت السل الكرومب دي معلقة ملح يا حبيبي نزل عليها في المية وزي ما انتم كده شايفين المية بتغلي وزي ما قلت لكم انا بشطف الكرومب الاول قبل ما احطها دلوقتي بقى حنزل بالحنزل الكرومب على المية وطبعا بقلبها على وشها يعني ناحية العروق دلوق هتهبط معايا يعني وحنزلها واحدة واحدة لحد ما تهبط تهبط في المية كده اهي كده نزلت يا حبيبي وطبعا انا يعني بس له هديئتين بس عشان ايه هخزنها في الفريزر اهي حطيتها حبيبي وتلوقتي تشوفوا الورق طلع ورق ورق كده هو شايفين ما شاء الله وعندي مصفة اهي بصفي فيها بصفي فيها الكرومب شايفين ما شاء الله بتطلع ورق ورق وبسرعة كده ايه خلص يعني مش لازم يعني كنت تعملي تسلقي وتقطاعي وتعملي الخلطة وتحشيها في نفس اليوم فانت لما تيجي تخزينيها في الفريزر وقد ما تكوني عايزة تعملي محشي بتعملي بس الخلطة وتلف فيه وبصراحة بتنجز في الوقت بصراحة يعني لو انت عندك دوام عندك شغال تانية فمسلا ايه تعملي خلطة في يوم تاني كده وتطلع الكرومب اللي انت مخزنها في الفريزر وتحشي وتسويها على طول وهوريكم الجزء التاني ان شاء الله بإذن الله خلطة المحشي الجبارة وبتكتها وحركتها طبعا والخلطة السرية وان شاء الله هتعجبكم وتنال اعجبكم دلوقتي انا سلات الكرومب وصفيته في المصفة هشطفهم شطفة بس كدوات عشان بس تبرد معايا قبل التقطيع هروح بس هشطفها تحت المية واسبها تبرد شوية كدوات يعني مدة عشر داية كده عشان اقدر هقطع واخزنها يعني فتابعوني الاخر الفيديو وتنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة لو عجبتكم طريقة تسلي وتريقة التخزين بتاعتي وان شاء الله هنزل لكم خلطة المحشي ولفه وتسويته في الجزء التاني فهسيبه لكم في اسفل الفيديو ان شاء الله او دلوقتي تعالوا بقى يلا نروح للطريقة التقطيع اول حاجة بجيب ورقة الكرومب وقطع العرق تمام وبعد كده بروح لفها رول زي ما هي واضحة كدوات بعد كده بروح اصاها كدوات اسماها بالسكينة ما يعني ما اسماها بعد ما سمتها رول روحتي ايه اسمتها كده بالسكينة وقطعتها واسمها بالحجم اللي انا ايه ايه عايزي على الحسب ما ايه ايه انتو عايزين كبير عايزين صغير فديت حاجة انتو ايه ترجع لكم بتتحكموا في الورقة لو عايزين المحشيها كبيرة عايزينها صغيرة فانتو بتتحكموا في الورقة وبقسموا بالشكل ده طبعا العروق انا بستخدمها في تسويت المحشي وهوريكم في الجزء التاني او ممكن اخلل العروق دي هقطعهم كلهم بالشكل ده وكده انا ايه قسمت الورقة بتاعي وحطيته في المصفى وبكده انا قسمته زي ما انتو كده شايفين بالشكل ده قسمته وقطعته وحطيته في المصفى خليته بس ايه نزل المياه بتاعته بس وبعد كده بروح ايه مخزناه في الفريزر وزي ما قلت لكم ايه السلق ما تهروه شاوي لو مش هتستعملوه في وقته ايه مدة دقيقتين لو هتستعملوه في وقته لمدة مسلا ايه عشر دقيق لو كانت الورقة تخينة لكن ايه لو الورقة خفيفة وحلوة يعني ما بتستحملش في في السلق مدة خمس دقيق بس انا عشان الورقة بتاعي بيتخين بحطها لمدة عشر دقيق دلوقتي بقى هوريكم دلوقتي ان حطيته في الكيس وجاهز للتخزين وكمان يعني وقت ما يكون انتو عايزين تعملو محش فتروح ايه مطلعيني وبكده خلصت حلقتنا يا حبيبي وتمنى انها تنالي عجبكم لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك واشتراك بالاشتراك بالقناة والسلام عليكم